أزاحت وكالات الاستخبارات الأمريكية الشكوك بشأن تطوير فيروس كورونا المستجد من قبل الإنسان بتأكيدها أنه لم يخضع للتعديل جينيا لكنها أبقى التحقيقاتها لكشف كيفية انتقال الفيروس عبر الحيوانات إلى البشر أم تصرب من مختبر ووهن الصيني ورغم أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في تزايد مستمر وقد تجاوز مليون شخص عالميا لكن معدل الإصابات ما يزال مرتفعا أيضا وبحسب بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فأن الدول تستخدم أساليب مختلفة لتسجيل بياناتها ولا تسجل بعض الدول بيانات المتعافين من المرض كما أن المصابين بأعراض طفيفة لا يسجلون ووفقا لهذه المعطيات فإن مقياس تراجع المرض ربما لن يكون دقيقا خصوصا وأن دولا محددة في الشرق الأوسط وامريكا الجنوبية بدأت تشهد انتشارا سريعا للفيروس وهو ما يعني بحسب الأطباء وجود احتمال موجة تانية من تفشي الفيروس وبحسب بعض الدراسات فإن الفيروس يبقى في الرئى فترة طويلة بعد التعافي منه ما ينظر بتداعيات أخرى ربما لم يتوصل لها الأطباء وظهر ذلك جليا بعد شكوك بارتباط الإصابة بالفيروس لدى الأطفال بأعراض شبيهة بأعراض متلازمة كواسكي التي تسبب التهابا حدا في الأوعية الدموية ما ينفي مسألة عدم تأثير الفيروس على الأطفال وبحسب جامعة إكسفورد البريطانية فإن الإصابات بين الأطفال لا تقل عن البالغين لكن الأعراض لديهم طفيفة وأشارت بيانات المركز الصيني لمكافحة الأمراض إلى أن الأطفال يمثلون 2% من المصابين